السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة دعم مدرسي الأعزاء اذا نطلقوا مرة اخرى كلموعدكم مع نموذج فروض لمرحلة الرابعة بالنسبة للبوثة والسادس مكوين الفهم والشكل ومكوين الاملاء بعد التراكيب والصرف والتحويل كالعادة ستجدوا الـ PDF أسفل الفيديو ستجدوا الرابط باقي الفروض ستجدوا الرابط السلال الانتحان موحد والرابط للصفحة الفيسبوك اللي يبغى الفرد على شكل الصور اذا نقرأوا النص ونجاوبوا ان شاء الله على الاسئلة اذا الانسان في عصور ما قبل الميلاد كان يعيش في الكهوف ولم يكن يعلم اي شيء عن الاختراعات والاكتشافات الى ان تم اكتشاف النار وكان وقتها اهم اكتشاف في تاريخ الانسان في هذه الفترة حيث من بعدها عارف كيف يستخدمها في طهي الطعام والاضاءة ليلا والتدفئة وتطورت الاختراعات عبر العصور الى ان وصلنا الان للحديث مع اي شخص حول العالم من خلال شاشة هاتف جوال صغيرة وكأنه امامنا او تجلس بجوارنا فالانسان بطبعه لا يهدأ ويحاول من فترة لاخرى اكتشاف الجديد ومعرفة سبول اكثر لراحته ولما لا والانسان ميزه الله سبحانه وتعالى عن سائر المخلوقات بالعقل لكي يفكر ويطور اذا عندنا اضبط بالشكل التام الجمل التي تحتها وخط اذا سنشكله ولم يكن يعلم اي شيء عني الاختراعات هي اصلوا عن وليكي يطلق ساكنان كثير ما سبق عني الاختراعات ونوى لكي اكتشافات الى ان تم اكتشاف النار وكان وقتها اهم اكتشاف في تاريخ الانسان في هذه الفترة عنجوه هنا ولماذا لا والانسان ميزه الله سبحانه وتعالى ولماذا لا والانسان ميزه الله سبحانه وتعالى عن سائر المخلوقات بالعقل لكي يفكر ويطور اذا هذا الشكل استخرج من النص مراد في الكلمات التالية طبخ وحينها اذا الطبخ اذا الانسان سعمل نارف الطبخ اللي هو طهي ثم حينها وقتها وكان وقتها حينها وقتها ايتي بمفرد كلمتين التاليتين العصور ثم سبول اذا العصور مفردها عصر سبول مفردها سبيل اذا هذا جمع تكسير ايتي بكلمات من أسرة اختراء الكلمات من الأسرة او العائلة ديال اختراء مثلا عندي مختارع اختراء اياك عندي اختراء لان اختراء نعم اختراء الفعل عندي كذلك اذا هنا ممكن باش عفوان هنا باش نميز اذا هنا هندي المختارع ونهن هندي المختارع اسم مفاعل واسم مفعول مخت ر نون ما هو اول اكتشاف قام به الانسان وكيف قام باستغلاله اذا كما قريته في الانسان القديم في الاجتماعية ان اول اكتشاف كما اذكر الناس هو النار اكتشف النار واستعملها في الطهية والاضاءة والتدفئة هذو هما الاستغلالات التي استغلها هذا النار منطرف الانسان اذا اول اكتشاف للانسان كان هو النار وقد استعملها لاستغلها في وقد استعملها للطهي والاضاءة والتدفئة واستعملها في الدفاع عن نفسه لان الحيوانات من اللي كتوجه لهذا النار وكيخاف وكيبعد وقد استعملها كدفاع عن النفس كذلك اذا نغن مشير السؤال موالي كيف استطاع الانسان الوصول لما هو عليه الآن في عصرنا الحديث من اختراعات وفق النص إذا الإنسان عنده دك عطاه الله العقل ميزوع الحيوان لأنك يبقى يفكر ويتساءل ويحاول يلقى الأفضل لكي يعيش حياة أفضل هذا الذي يجعل الإنسان يطور من الاختراعات حسب النص فالإنسان بطبعه لا يهدأ إذن هو عنده حب الاكتشاف لا يهدأ وطرق أخرى اكتشاف الجديد إذن إنه عنده حب اكتشاف الجديد ومعرفة سبول أكثر لراحته وخصو يرتاح إذن قد ما يقدر يرتاح مزيد كيزيد يختار إذن مميزه بالعقل الذي يفكر ويطور إذن استطاع الإنسان ذلك استطاع الإنسان ذلك بش ما نعودوش قعدك الإنسان ذلك بسبب حبه للاكتشاف حبه للاكتشاف ومعرفة كما كاتب في النص سبول أكثر للراحة وكذلك لما ميزه ميزه به الله من عقل إذن استطاع الإنسان ذلك بسبب حبه للاكتشاف ومعرفة سبول أكثر للراحة وكذلك لما ميزه به الله من عقل إقترح سؤال آخر عنا إقترح سؤالا أقترح عنوانا مناسبا للنص إذن كعنوان سنحاول نرى النص بالضبط كفكرة عامة نضعها في العنوان قدروا نضع حب الاكتشاف حب الاكتشاف مثلا كعنوان كل واحد يشوف مثلا شنو يقدر يدير كعنوان مثلا الإنسان والاكتشاف مهم إذن الاكتشاف خاصو يكون في العنوان والإنسان ودوافع الاكتشاف ولا مثلا قدروا ندير دوافع الاكتشاف اللي هو حب التطلع والبحث عن الراح إذن نتلقوا مع الإملاء إذن الإملاء سؤال الأول أتمم الكلمات بهمزة متوسطة مناسبة إذن الهمزة المتوسطة تعتمد على الحركة ديالها وحركة الحرف الذي قبلها إذن كيف ذلك مثلا نشوف هنا مائدة الهمزة مكسورة قبل منها آلف لهو السكون ميت إذن القاعدة تقول أن كسرة أقوى من الضم والضم أقوى من الفتحة والفتحة أقوى من السكون يعني إذا كانت الهمزة مكسورة وقبل منها ضم ما شك يغلب الكسرة دائما تغلب كل شي إذن ينفو تشوف الهمزة عند الكسرة على الياء ما تبقاش تشوف عند الكسرة على الياء بدون مناقشة هنشوف هنا ثائر لا تأثرة عفون هنا تأثرة هي مفتوحة وقبل منها فتحة إذن تكتب على الآلف قبل منها فتحة إذن بجوج الفتحة مع الفتحة متساوي المكينة وحدة غتغلب وحدة هنا عندي رأوف قبل منها فتحة وهي مضمومة شك يغلب تغلب الضمة لأن يكون عندي جوج الحركات كي نشوف هم الأقوى حركة الهمزة وحركة اللي قبل منها إذن شك لك تغلب الضمة قوة من الفتحة وغتخليها تكتب على الواو فهم لأن الكسرة تبغي اليا الضمة تبغي الواو الفتحة تبغي الاليف هنا دافئة هي منصوبة مفتوحة وقبل منها كسرة شك تغلب الكسرة اللي تحكم إذن على دافئة هنا يؤذن المؤذن يؤذن يؤذن الضمة والكسرة شك اللي تغلب الضمة اللي كتغلب وتخليها تكتب على المؤذن وكذلك الضمة مع الواو الضمة تغلب المؤذن ورؤساء الضمة مع الفتحة تغلب الضمة وغتخليها تكتب على الواو هنا بأس هي ساكنة قبل منها فتحة إذا الفتحة التي تغلب تكتب على الآلف الهمزة سكون هو الأضعف تأو ما كان ما كان لدي الحركة اللي قبل منها عن جهنا يؤتم الكلمات بهمزة متطرفة كذلك الهمزة المتطرفة مكين مسهل منها شكو لكي يحكم فيها حركة الحركة ديال الحرف اللي قبل منها إذا إذا كان سكون حي أو ميت تكتب على السطر سكون ميت يعني أليف واو ياء أو سكون حي تكتب على السطر إذا كان قبل منها فتحة تكتب على الآلف ضمة تكتب على الواو كسرة تكتب على الياء ممتالي ممتالي إذا تكتب على كرسي الياء لأن قبل منها كسرة خطأ الفتحة قبل منها تكتب على الآلف وتميم الجدول بإسم الإشارة المناسب هنا عندي المفرد المتنى هنا كي يوقع خطأ مطبعي ماشي مفرد المتنى يقدر يقول المفرد المؤنث يقدر يقول المفرد المؤنث يعني هذه اسم الإشارة هذه المثنى المذكر يعني هذان إذن كذلك هذان تنطق الألف ولكن ما كن كتب هذان الجمع هؤلاء كذلك كنطق الألف وما كن كتب هؤلاء المثنى المؤنث يعني هاتان هاتان تكتب بالألف إذن سأجي السؤال أربعة عندي أشطب الكيمات الخاطئة هؤلاء إحنا يلا كتبناها ما كتب بالمد إذن ينطق ولا يكتب إذن بالنسبة الماذا فهي مكتبة كتبة صحيحة أولي صحيحة داود صحيحة إذن تكتب بوا واحدة قضى يقضي إذن ألف مقصورة نعم صحيح طاوز إذن تكتب بواحدة فقط ماذا إذن ماذا بالآلف خاصة تكون فيها ماشي بدون آلف أولئك إذن هنا خاطئة لأن أولئك ماشي أولئك إذن هنا كتاب خاطئ صحيحة عفوا هنا أولئك صحيحة كن يعني كتب مكتب أولئك إذن هنا أولئك نعم صحيحة بلا تكتب لكم هنا أولئك أولئك نعم صحيحة ما نشطوش لخاطئ هؤلاء وطاوز وماذا إذن هات شي لكين ثلاثة خاطئ وما تبق صحيح إذن كتمن تكون استفتو شكرا على التتبع ومتلقى إن شاء الله مع باقي الفروق